وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 444 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طنان وفي مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 67 طنان أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 703 قضايا من بينها 125 قضية خبز نقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر